حب النبي والآل ديني ومذهبي حقاً ويقيني وعمدتي في كل حين عيني دوماً فإني لا أطار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مرحباً بكم مشاهدين الأعزاء في لقاء جديد من برنامجكم كيف نعلمهم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث نستعرض طرقاً متنوعة لغرس محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أقفالنا وكما عودناكم سنشارككم طريقة أخرى لتعليمهم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما هي هذه الطريقة المميزة؟ هيا بنا لنتعرف عليها معاً أحبتي في الله إحدى العوامل التي تساعد على توجيه قلوب الأطفال نحو محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريفهم بمحبة الصحابة الأوفياء رضي الله تعالى عنهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أخي الحبيب أنا أنصحكم أيها الأحبة أن ترووا مثل هذه القصص الفدائية للصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يفدون بحياتهم للحبيب عليه الصلاة والسلام كيف كان حبهم وتعاملهم وأدبهم معه صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يخضعون لأوامره ويدافعون عنه بكل تفانم لماذا؟ لتجعلهم يستشعرون تجعل الأبناء عندك يستشعرون مدى عظمة الحبيب عليه الصلاة والسلام ومكانته في نفوس الناس منذ بداية دعوته وفي ذلك يمكنك أن تحكي لهم قصص وأحداثاً من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع الحبيب عليه الصلاة والسلام مثل تضحيتهم من أجله وتفانيهم في خدمته وتحملهم للصعاب والمشاق من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الحق عندما يتعرفون على هذه القصص والأمثلة المؤثرة ستستقر محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلوبهم كما ستحصل لديهم في قلوبهم دوافع التعرف أكثر على حبيبهم وتكون منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عندهم على شؤون كثيرة فتزداد رابطتهم وصلتهم بهم وسيصبح لديهم تقدير عميق لتضحيات الصحابة الكرام التي قدموها والمواقف التي مروا بها من أجل حماية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونشر رسالة الإسلام في العالم كله وهنا أود أن أذكر لكم على سبيل المثال بعض صور من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضمأ تخيلوا أيها الأحبة كان حب الحبيب عليه الصلاة والسلام مقدم على كل شيء على الأبناء على البنات على الطعام على الأموال على كل حاجة طيب وفي غزوة أحد أصيب المسلمون وانتشرت إشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد فخرجت إحدى الصحابيات تنظر الأمر هائمة على وجهها والدموع تجري في عينيها تتلمس الناس والطرقات هاتفة وحر قلبي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال كانت امرأة من الأنصار من بني ذبيان فقد أصيب زوجها وأخوها يوم أحد فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا وهو بحمد الله كما تحبين يا أم فلان فقالت أرونيه حتى أنظر إليه فأشاروا لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل أي كل مصيبة بعدك هين وقليل سبحان الله وهكذا يمكننا أيها الأحبة أن نزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين في قلوب أجيالنا الناشئين وسيكون لذلك تأثير إيجابي على شخصياتهم وعلى حياتهم المستقبلية كما سيكون لديهم نماذج عظيمة يحتدون بها في تقدير القيم الإنسانية والتفاني في خدمة الدين والمجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب حبيبه وحب سنته والموت على ملته وأن يحشرنا إلى الجنة في زمرته وتحت لوائه اللهم آمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وباركة وسلم